لماذا تفشل الاجتماعات؟ كيف نصل بالاجتماع إلى بر الأمان؟ علي لو سمحت بلغ موظفي الإدارة بعقد اجتماع اليوم الساعة العاشرة صباحاً اجتماع الساعة العاشرة؟ اجتماع آخر؟ أغلب الاجتماعات التي تعقدها إدارتنا هي مزعجة ومضيعة للوقت فعلاً لا بد أن نناقش الوضع مع مديرنا صباح الخير جميعاً هناك عدة محاور تنتظر الإدارة البت فيها بغرارات سريعة لموضوع الدورات الإلكترونية حل المشكلات المتعلقة بها ومراجعة علمية لآلية بناء المحتوى الإلكتروني هناك أيضاً موضوع متابعة الدورات القصيرة واختيار المدربين وموضوع تطوير موقع التدريب الإلكتروني وغيرها من المواضيع لنرى الآن ماذا سنفعل لنبدأ بموضوع المشاكل التقنية المصاحبة للدورات الإلكترونية أروني ماذا توصلتم إليه من حلول؟ عفواً أخ خالد ولكن لم يتم إعطاؤنا الوقت الكافي للاستعداد الاجتماع بهذه المحاور الدسمة لقد تم إبلاغنا قبل ساعة فقط صحيح أوافقك الرأي نحتاج لوقت أكثر لدراسة كل موضوع بدقة إذن سوف نعاود الاجتماع الخميس القادم بإذن الله نزولاً عند رغبتكم كيف كان الاجتماع؟ أضطررت لتأجيل الاجتماع أريدك بأمر هام هل تشرفوني في المكتب الآن؟ طبعاً وصلتني شكوى بخصوص كثرة الاجتماعات و... شكوى ضدي؟ اسمعني يا خالد، عند التخطيط لأي اجتماع؟ تجب معرفة الإجابات عن الأسئلة التالية ما الهدف من الاجتماع؟ أين مكان الاجتماع؟ ومتى سيعقد؟ من الحضور؟ جنسهم؟ أعمارهم؟ مستواهم الثقافي؟ ما موضوع الاجتماع؟ ماذا يلزم لإنجاح الاجتماع؟ ومن ثم، تأكد من وصول الدعوة إلى الأشخاص المعنيين بموضوع الاجتماع لتحرص عند عقد الاجتماع على الالتزام ب... جدول أعمال واضح ومحدد بزمن مراجعة القرارات لكل موضوع مناقشة بنود جدول الأعمال والقضايا المطروحة اتخاذ القرارات لكل موضوع توزيع المهمات لتنفيذ القرارات أو التكلفات واحرص على توثيق الاجتماع في محضر الاجتماعات بواسطة أمين السر أو سكرتير المكلف وتأكد من تحديد موعد للاجتماع القادم ترجمة نانسي قنقر